ومشاهدين مرة تانية وجد الوقت معايد فقرة التقس لأمساد الجوية تتوقع أنه النهاردة التقس هيكون حر على القهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وهيكون مائل للخرارة على السواحل الشمالية وهيكون شديد الخرارة على جنوب الصعيد النهاردة هيكون فيه نشاط الرياح على السواحل الشرقية وسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قبل أن نسترد مع حضرتكم درجات الحرارة خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة التقس من دكتور منار غانم عضو المركز الأعلامي لهيئة الأصداد الجوية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ أليندا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا فا أهلا بك يا دكتور يعني بداية من مبارح يا دكتور شفنا أنه كان فيه ارتفاع في درجات الحرارة ولسه الارتفاع ده مستمر معنا النهاردة إيه أكتر المحافظات تأثرا بهذا الارتفاع بالفعل احنا بنشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بالأمس سجلت العظم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية متوقع اليوم يكون فيه ارتفاع آخر في درجات الحرارة لأن احنا متأثر بكتل هواية قادمة من على التحراء فده طبعا بتبقى مرتفعة بدرجات حرارتها بالإضافة كمان في زيادة الفترات تطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وده بيزود أحساسنا بالأجواء الحرة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى محافظات الوكه البحري محافظات شمال السعيد الأجواء بتكون أجواء مئلة للحرارة على محافظات التواحل الشمالية هتكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب السعيد ده طبعا خلال فترات النهار وبالفعل يمكن محافظات جنوب السعيد هي أكثر المناطق اللي بتشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لأنه اليوم متوقع العظم على محافظات جنوب السعيد زي لقصر وأسوان هتوصل ل37 و38 درجة مقاوية يليها طبعا محافظات شمال السعيد ثم القاهرة الكبرى يعني بتبقى أثر المناطق اللي بتتأثر بارتباع درجات الحرة هي المناطق الموجودة في جنوب البلاد خلال فترات الليل أيضا هنحس بارتفاع طفيف في درجات الحرة خلال فترات الليل مع ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة فده هيحسسنا بالأجواء اللطيفة خلال فترات الليل بالإضافة طبعا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوكه البحري نشاط رياحر يوم هيكون فقط على سواحين الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سينة يعني مش هيأثر طبعا على القاهرة ومحافظات الوكه البحري سواحين الشمالية فإحساس بالأجواء الحرة هتبدأ من اليوم بالفعل هتكمل معانا لنهايات الإسبوع همكن كمانا نتكمل معانا الإسبوع المقبل والارتفاعات هتكمل بارتفاعات تدريجية يعني احنا متوقع مع بداية الأسبوع المقبل لوصل العظم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نحس بالأجواء الرطبة والحرة أو شديدة الحرارة خلال فترات النهار طيب يضغط من الروح للدول الجوار زي العراق والكويت اللي تأثروا الحقيقة بالعواصف الترابية اللي قدت لنعدام الرؤية الأفقية تماما هل مصر ممكن تتأثر بحاجة زي كده في الأيام اللي جاية؟ بالفعل بالعامل تأثرت بعض الدول زي الكويت والعراق والسعودية بيعواصف الترابية شديدا عدم اتماعها الرؤية الأفقية وتعطلت مظاهر الحياة كلها في كافة المناطق يعني احنا متوقع أن احنا في فصل ربيع من تأثر بعواصف الترابية ومع رياح الخمسين لكن مش بالشدة اللي دول الخليج بتشهدها يعني زي الكويت دلوقت والآن الكتلة هوية اللي بتأثر على ممهورية مصر العربية طبعا مصادرها مختلفة تماما عن مصادر الكتلة الهوائية اللي بتأثر على الكويت أو اللي فيهم عواصف الترابية والدول اللي فيها عواصف الترابية الآن فبالنسبة للعواصف الترابية اللي بتأثر على دول الخليج مش هتأثر على جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية وارد تحصى فيها النشاط فيها مصير للرمال والأسلوبة وارد جدا نشهد خصوصا نحن لسه بحاصل الربيع عواصل الربيع لكن ما بيبقاش بالحدة اللي بيشهدها دول الخليط إن شاء الله يا دكتور شكرا يا دكتور كانت مشاهدين معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأصداد الجوية دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الخرارة المتوقعة والبداية كالعادة هتكون من القاهرة اللي سجلت 34 وصغرة بتسجل 20 الإسكندرية العظمة 27 وصغرة 19 برسمة تروح العظمة 25 وصغرة بتسجل 17 سيوى العظمة 34 وصغرة بتسجل 18 بول سعيد العظمة 28 وصغرة 19 ضمياط العظمة 26 وصغرة 17 الإسماعيلية العظمة 34 وصغرة بتسجل 18 السويس العظمة 33 وصغرة بتسجل 19 هنروح للعريش العظمة فيها بتسجل 33 وصغرة 19 أما طابف العظمى فيها 31 وصغرة بتسجل 20 سانة كاترين العظمى 25 وصغرة 14 شرم الشيخ العظمى 34 وصغرة 23 الغرداء العظمى فيها 33 وصغرة بتسجل 23 الفيوم العظمى 34 وصغرة 18 بني سويف العظمى 34 وصغرة 18 المينيا العظمى 35 وصغرة بتسجل 19 هنروح لأسيوت العظمى فيها 35 وصغرة 19 سهاج العظمى 36 وصغرة 20 قنع العظمى 36 وصغرى 22 نقص العظمى 36 وصغرى 22 أسوان العظمى 37 وصغرى 23 الوادي الجديد العظمى 36 وصغرى 23 شلاتين العظمى 33 وصغرى 24 وأخيرا حلايب العظمى 31 وصغرى بتسجل 26 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع لشازلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليكم شكرا لك يا لند